اشتركوا في القناة وانو الصوت واطي او شوي انت مبين انك تعبان طبعا تعب واضح لاني انا تعبان شوي اه حاولت اليوم اعلي الصوت فممكن تسمعوا اصوات اضافية من الشارع يعني صوت سيارات ناس بتمر اشياء زي هيك فبتكن تعذروني لانو الوقت اللي بسجل فيه فيه حركة في الطريق فعشان هيك وبرضو عليت الصوت فهذا بجيب يعني اصوات من بره طبعا لا تنسوا اليوم بالنسبة لها حلقة البث المباشر ان شاء الله الساعة عشرة بتوقيت الاردن يعني نفس توقيت الاسبوع الماضي ان شاء الله رح يكون فيه تبرير او توضيح لكثير من الامور اللي صارت خلال فترة هذا الاسبوع وبرضو بعض القرارات اللي قرارناها بالفترة الماضية وايش اللي رح يصير في هاي القرارات برضو عساس انه الكل يكون بالصورة بكل الامور واوضح بعض الامور اللي صار فيها لبسة او انفهمت بطريق الخطأ او انفهمت خطأ برضو نوضحها ونجاوب على كثير من الاسئل ان شاء الله تعالى وبرضو فيه اشياء لها علاقة بالفترة القادمة رح نحكي عنها طبعا اليوم توقعتنا ليوم الاحد زي ما حكينا اربع وعشرين تشرين الاول اكتوبر من شهر عشرة القمر اليوم موجود هو في برج الجوزاء رح يستقر اليوم اكثر من اليوم الماضي طبعا هو في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول رح يظل موجود في هاي المنزلة للساعة ستة وثمانية واربعين دقيقة من مساء اليوم الاحد يعني بمعنى اخر طول اليوم رح يكون في هاي المنزلة في ساعات المساء يعني للساعة ستة وثمانية واربعين دقيقة بتوقيت جرينتش القمر رح ينتقل لمنزلة الذراع وهي برضو منزلة جيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر بما انه موجود في برج الجوزاء فحكينا انه تأثيراتنا او التأثير بيصير علينا ككل الابراج والطوالع بيصير علينا في هاي الفترة انه منشط اكثر في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبو سعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاويتين فلكيات اليوم الزاوية الاولى هي تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وست عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية سلبية زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وواحد واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش فاكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لانهم بالفترة هاي بيتجهوا للتنفيس او لا الهروب من الواقع من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بالنسبة للقمر بما انه موجود بالجوزاء فخلوه المساهر القادم رح يكون يوم الغد اللي هو يوم الاثنين خمسة وعشرين عشرة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وعشر دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وتسعة وخمسين يعني التسعة مساءا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحسار المحدب ثمنتاشر يوم في تمام الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة عصرا بيصبح تسعتاشر يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانين في المية أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس استقرت في العقرب ورح تمكث في العقرب لغاية يوم اثنين وعشرين احداش منتحسي بنسبة خمسين في المية القمر في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين عشرة هو الآن سعيد بنسبة أربعين في المية ولكن في ساعة الظهر بتنزل السعادة لنسبة خمسة عشر في المية أما بالنسبة لعطارد في الميزان فرح يمكث في الميزان لغاية خمسة احداش هو سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في القوس حتى يوم خمسة احداش سعيدة بنسبة صفر في المية يعني طبعها بس سعيد بدون نسبة عالية المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين 12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم شيء أنك اليوم تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال حاول أنك تباكر لعملك وحاول أنك ما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز اليوم بالحركة والنشاط العلي جدا واليوم ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أو جوابي بيعجبك أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بتنهمك اليوم في ضبط ميزانيتكم ولكن بالمقابل بدك تتجنبوا الإنفاق لأنه عندك رغبة على الإنفاق عالي جدا اليوم ممكن تهتم لأوضاعك المالية وتخوض تجربة مهمة ممكن هذه التجربة يتمتع حن موقعك أو خبراتك أو قدراتك أهم شيء أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي حاول أنك تأخذ نفس قبل ما تتحرك بأي اتجاه حتى تتوضح لك الأمور حاول أنك ما تبالغ بمصاريفك وإحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي برج الجوزة أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها اليوم بتكثر عندكم المشاريع وبتختلط عندكم الواجبات أهم شيء أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حاول أنك تحدد أهدافك وأولوياتك اليوم باستطعتك استعادة الموقع أو موقعك أو الشيء اللي كنت أنت يعني متمسك فيه وصار فيه منافسة عليه اليوم تقدر تستعيده وبتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك برج السرطان بينال التعب منكم فحاولوا أنكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا أكثر لغذاءكم وراحتكم طبعا القمر بما أنه موجود في بيت المتاعب معناته الفترة هاي فيها نوع من أنواع الركود والتأخير في سير الأمور اللي أنت بتصبل إلها حاذر من التراجع الصحي والمعنوي حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء وما تختلق الأعذار للهروب من المسئوليات والمهمة إذا كان فيه أمر ضروري وملح وما فيه غير اليوم أنك تعمله حاول أنك تدقق بتفاصيله برج الأسد بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو لا تأييد أحد الأشخاص لإلكم أهم إشي أنك ما تبقى وحيد اليوم بدك تشارك في كل يعني بمختلف الأمور وخصوصاً اللي لها علاقة بورشات العمل بالورشات بالنشاطات بالمؤتمرات بالدورات اليوم فيه نشاط عالي جداً فحاول تستغل هاي الفرصة اليوم بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بمناسبة معينة بمهرجان أهم إشي زي ما حكينا تستغل الفترة هاي لأنه بعد يومين القمر رح يكون في بيت متاعبك برج العذراء حافظوا على سمعتكم على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أن تقدموا أفضل ما لديكم لأن الفترة هاي ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم إذا استغلت الفرص أهم إشي إنك ما تهدد سمعتك للخطر القمر في بيت السمعة فيا إما برفعك يا إما بنزلك ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جداً ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز واستغليت الفرص وما خالفت القوانين برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل الأمور ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادية أو جمعية أو حتى ممكن أمور إلها علاقة بالقضايا القضائية الفترة ممتازة جداً دعم لإلك حتى باتصالاتك وعلاقاتك مع الأجانب وبالأوراق القانونية وحتى بالأمور القضائية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وحاولوا أنكم ما تسمحوا لأي أحد بأنه يشكك بقدراتكم حاول أنك ما تكون جارح بالكلام حاول تفاوض بهدو ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك اليوم بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المتحدة مناسبة لتبرير أخطائك الأجواء جيدة ولكن ممكن تظهر بعض المشاكل العائلية برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة هاي فترة يعني شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة ابتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك اليوم لا التوتر ولا الجدال بدك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات طبعا القمر مقابلك تماما بمنحك إيجابية بتعزيز الشراكات المستوى العاطفي والعمل ولكن بيضغط عليك لأن طاقتك بتكون ضعيفة برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم وبتكون تحاذر اليوم من تراجع صحي وحاول أنك ما تسمح للواجبات بالتزامن أو بالتراكم يعني ما يكون في أكثر من عمل بنفس الوقت بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلوق ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا اليوم الأجواء داعم لألكم بقوة فبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك اليوم لقاء طارق مع الأخوة أو مع أحد الأحبة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم هاي فترة ناجحة ومطمئنة جدا برج الحوت بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إشي إنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير وحاول إنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية اللي شوي تربكك اليوم أو يعني تكون مهتم فيها أكثر يا ترتيبات يا إما التصليحات في النهاية بشكر المنتسبين في القناة وبشكر المعلقين اللي بكتبوا الكومنت أو التعليقات واللي بحطوا اللايك شكراً إلكوا جميعاً والداعمين من وراء الكواليس كل الشكر لإلكوا طبعاً ما تنسوا حلقة البث المباشر الليلة الكل يعني يكون موجود لأنه فيها بعض الأمور المهمة اللي راح أطرأ إلها اللي إلها علاقة بالفترة القادمة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء